تستهدف إسرائيل بشكل شبه شهري وبتنصيق أمني مع روسيا أهدافاً في سوريا تقول إنها تتبع للحرس الثوري الإيراني وبالذات في العاصمة دمشق في وسط البلاد حيث يقصف الطيران الإسرائيلي بشكل دائم مراكز علمية في ريف حما يعتقد أنه يتم فيها تطوير أسلحة كيميائية ويتموضع بالقرب من مدينة مصياف مركز علمي تابع لوزارة الدفاع في حكومة النظام يعتقد بأن خبراء من الحرس الثوري الإيراني ينشطون فيه منذ سنوات لتطوير أسلحة صاروخية بعيدة المدى وأسلحة كيميائية وقذائف مدفعي وكان الطيران الإسرائيلي قد كثف خلال العام الحالي ضرباته على أهداف عسكرية تابعة للإيرانيين في سوريا وأخرى تابعة لميليشي حزب الله اللبناني في العديد من المناطق السورية أخرها كان مطلع شهر آذار الماضي حيث قصف محيط مطار دمشق الدولي وفي شباط الماضي سجلت أربع هجمات جوية إسرائيلية داخل سوريا استهدفت مواقع في محيط دمشق أبرزها مركز علمي في جمرايا ومواقع لميليشي حزب الله ضمن ثكنات الفرقة السابعة التابعة للنظام والمتمركزة جنوبي وجنوب غربي دمشق وتنتشر ألويتها وكتائبها بين بلدتي خان الشيح وزاكية وللنظام السوري العديد من المراكز العلمية التي تنتج أسلحة تقليدية وأخرى محرمة دوليا مثل الغازات السامة التي قصف بها مناطق سوريا على امتداد سنوات الثورة أبرزها القصف الذي استهدف الغوطة الشرقية لدمشق منتصف عام 2013 والذي أدى إلى مقتل وإصابة الآلاف من المدنيين